السلام عليكم وحوط الله تعالى وبركاته ما بيكم معايا في قناة شيوات ام هيتم ما بيكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة بغيت نقول لكم عوشكم مباركة وعيد مبارك سعيد ومضمت حضيرات العيد كيف ما تشاهدوا معايا قد نشارك معاكم واحد الصابلي السهل و بسيط الغاية بدون تعقيدات بواحد طريقة سهلة و بسيطة سريعة تحضير تيوجد فرمش التعين وواحد الحشوة رائعة قد نديروه بالكراميل فراحة تيجي خاطير بمضاق الكراميل وكذلك حشوة الكراميل ما غاديش يعني ما غاديش ياخد منكم الوقت بزاة فادي نحضره بطريقة سهلة و بسيطة و ناجحة مليون بالمئة في واحد القرمشة خاطيرة انا متأكدة إلا جربته ما غاديش تصغنوا عليه وكذلك بطريقة زيال اللي راه بسيطة و سهلة ما نطورش عليكم ندوزو مباشرة المرقادير و طريقة تحضير على بركتي الاخت مرقادير نحتاجه 250 قرام زبدة انا هنا استعمل زبدة مالكارين ممكن استعملوا زبدة حيوانية يعني اللي متوفر عندكم هادي نستعمل كاس ونص نتاع سنيدة كاس ديال سيت و ثلاثة الحبات ديال بيض و واحد معلقة ديال القليكوز و واحد يعني راس المعلقة نتعنقها ديال الفانيلا بني سبال سكر سنيدة فانا استعملت كاس ونص يعني تنستعمل وجوش كيسان مع 250 قرام ديال زبدة و حدا الرشة ديال الملح فانا هنا انقص نص جاس ديال سنيدة لانه غادي ندير حشو كراميل كيف متى تعرفوا الكراميل رايحلو بزاف و كذل غادي نديروا شكلت فم كيلاش نديرو مفوت بزافة الحلوة منذ لازي ننقص واحد نص جاس ديال سكر حبيبات تنظيف هنا زبدة تنظيف عليها سكر سنيدة و حدا رشة ديال الملح و غادي نخلط غير بالكهرباء عفوا بالخلاط الكهربائي ما غاديش نستعمل القصرية هنا استعملت الخلاط الكهربائي صراحة سهل العملية وفي نفس الوقت تيجي دك الصابلية رائع تطبعون يجربوه بهذا الطريقة يعني يجربوه بهذا الخلاط الكهربائي وتشوفو يعني النتيجة دياله تيجي احسن مليون بالمرة لانه زندت تخدم هنا مزيلا كان ممكن استعمل العجانة ولكن استعملت غير خلاط الكهربائي اللي بغاية استعمل عشان كذلك تهي تايجي رائع بها مزيلا يعني غاية استعمله وجربوه ردو علي الخبر هناي انا تعلمت انني نخدم السكر مع الزبدة في الاول وعاد غادي نضيف ذاك الكاس ديه الزيت بغيتوا تسهلوا عليكم العمليات فممكن نضيفوا الكاس الزيت مع الزبدة في الرضعية اتخدمتها هو يعني هو باش تحصلوا على واحد القاوة من اللي هوين وحد القماشة اللي هوين بذاك اصابلي فاخدموا السكر مع الزبدة في الاول عاد نضيفه الزيت. صفي غادي نستمر هكا حتى غادي نحصل على واحد العجينة اللي تتكون عفوا على واحد القوام اللي تكون كريمي بحال اشكل بوماد او الاشكل كريمة كيف ما اشتوا معي هنا. عاد غادي ندوز مباشرة قبل ما غادي ندوز نضيف يعني البيض غادي نحاول انني نجمع ذاك الجوانب ونعاوض نتعرفها شوية ضروري ما انكم مرة مرات جمعوا الجوانب متعتمدوا باش تكون عندكم واحد القوام اللي يكون مجانس ويكون يعني كريمي اكتر. صفي غادي نطرب هنا يا مزيان غادي نزيد نطرب واحد شوية ومن بعد غادي ندوز باش نضيف البيض. صدقوني الى جربتوها بطريقة فغادي ما غاديش بقاوستغنوا عليها ما غاديش يبقى يعدبكم الصابلي وفنسلوقس ما غاديش تعكزوا عليه وفن نفس الوقت غادي جيجيكم القوام دلو رائع. صفي هنا غادي نضيف تلاتة الحبات نتعى البيض. البيض طبيعة الحقص يكون درج حرارات المطبخ. اه حتى الزبدة داروية خصت تكون درج حرارات المطبخ هي ما تكونش مفوزة تكون اه الطباب الزاف يعني باش تعطيكم واحد القوام اللي يزوين. صفي هنا غادي نطرب مزيان. بعد ما ضفنا البيض صفي غادي نطربه مزيان. هنا انا ما استعملش نهائيا الخامير الكيميائية فراه ممكن استعملوا غادي واحدة رغاصل مع القايلة بغيتو. لكن انا ما استعملتوش لانه هكدا تيجي احسن. صفي غادي مضيف واحدة مع القايلة اللي غلايكوز. اه فاش تبغيوا تضيفو مع القايلة اللي غلايكوز حاولوا انكم تزغو يديكم شوية باش يسهل عليكم انكم تزغولوا ذاك اللي غلايكوز من هذا من المعلقة وما يبقاش لصق لكم في يديكم. صفي غا خدمت هنا يمزيان تاديك اللي غلايكوز مع ذاك المكونات كاملين ومن البعد غادي ندوز باش غادي نحيد هات الطرب مهائيا وغادي ندوز من ضيف الدقيق. بالنسبة الدقيق فره ضروري يخص يكون مغربا من قبل. يعني باش يسهل عليكم العمارية. في غادي ندوز باش ننضيف الدقيق تنضيف الدقيق تدريجيا يعني ما تنشدوش ننضيفو الدقيق يعني دفعو حدا كيف ما تتعرفو. تنضيفو وحنا يتنجمعو العجينة. بالنسبة لجمعات العجينة فاحنا ما تنضيفوها ش نهائيا غي تنحاولو اننا تندخلو ذاك الدقيق في ديك آآ ديك آآ يعني في ذاك الخالق باش يتجانس لنا. طفي غي تنجمعوه بيدينا برا صبع ديدي الدينة طفي ما تحاولوش انكم تدلكوه نهائيا صابلي رغمتي بلكشها لبنت اللي بغيتو القوام دياله ويكون زوين. طفي غاستمر انا منضيفو الدقيق تدريجيا وتنحاول انا من جمع. حتى غادي نحصل على واحد القوام اللي تيكون متجانس وخصنا العجينة ديالنا ما تكون شكالها تزف نفس الوقت ما غا تكون شرط طبعا بزاق. في نفس الوقت ما تكونش خاص حالي انا وصابلت يبغي لاجينة القوام دي لاجينة يكون اه ارطب. غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل قاعد يعني غادي نجمع لاجينة دي للكاملة. كيف مشتوا معايا فانا ما تندلقوش نهائيا انا غايتا نجمعو. حتى نحصل على هاد القوام هادا كيف ما تتشوفوا معايا. هو مجموع في نفس الوقت راها ارطب. افتي. لاجينة تدكو الطباق. بهاد القوام هادا تنحاول اناني نوضح لكم زيان. صافي غادي ندوز اناني غا نغطي ضروري تغطيو العجينة دي للكم كيس بلاستيكي لانها تتاخد شوية الوقت فاشرة نكونو تنسرحو وانا تنشكلو اه الصابل ديانا. هنا اخذت واحد بابي كويسون. بابي كويسون تيساعد يساعدكم بزاف في الصابل يعني ضروري انكم تعتمدوه. وغادي ندير بابي كويسون من فوق العجين واحد من تحت واحد من فوق وغادي نسرح بالمدلك كيف ماشتوا معي يعني ضروري انكم تستعملوها تديروها الطريقة عا تسهل عليكم اه يعني تحذير ديان الصابلي في نفس الوقت ما غاديش اه تكرفس لكم اه سطح العمل. في نفس الوقت ما تكرفسش لكم العجينة وكذلك ما يتهرش لكم الصابلي. اه صدقوني الى سبع ثور مرة اما راح يلكمنا. نهائيا ما غاديش يتهرس لكم الصابلي لا كعجين ولا فاش غادي طيب تي صدقنا رائع. صافي هنا سرحت العجينة ديال كيف ماشتوا معي. انا غادي نديرها ارقيقة لانه انا غادي نستعمل جوج ديال الحبات من تعال الصابلي يعني غادي لصقهم. باش جيني واحد الحبات من تعال قاطو. لذلك فهنا غادي ندير اه يعني السمك ديالو خصو يكون ارقيق بزاف. بهذا الشكل كيف ماشتوا معي. وغادي ندوز مباشرا شكل انا اخذيت هنا واحد واحد قطعة اللي دائرية. خدوا اي نوع اي قطعة بغيتو يعني باي شكل بغيتو. على حساب انتم مش نو بغيتو تديرو. سوف يوزا نحاول انا ننشكل اه دواء ها كيف ممشوا معايا. وغادي نستعمل هكا. حتى غادي نكمل قاعدة ديك العجينة اللي عندي. وغادي ندوز باش غادي نوضحها في اللطة انتع الفرن. باللي صد اللطة الفرن داروري ما انكم توضعوا الهبا بي كويصون. وان لو الفرن خصو يكون سخون داروني ما تسخنوه من قبل. العافية اللي خصوات تكون مهيلة بزاف يعني الفرن سخون ولكن في ناس لوقت العام العافية خصوات تكون مهيلة. باش ما يتخطفش لكم السابلي خصوصا انه وحنا دارينو رقيق بزاف فره ضغية. يعني تيتحمل وتياخد داك اللون. هنا كيف ما غا تشوفوا معايا. عادي ندوز باش نوضع السابلي في اللطة دي الفرن. وضعنا لو بابي كويصو. سنزويب واحد سباتيو الواحد لموس او اللحتة بيديكم وكيف ما غا تشوفوا معايا في الفيديو. فره ما تيتكسرش نهائيا. تبدعوا غير خطوات وغادي انجح معاكم من اول تجربة. انا متأكدة الا جربته فره ما غاديش تصغنوا على هالطريقة. خافي هنا كيف ما شو معايا فره تنهزو. كيف ما قلت لكم بابي كويصو تنساعدكم حتى فطر يعني فهزنت على هدا. متاع السابلي يعني تيجيكم ساهل ما تيتكسرش نهائيا وما تيًдо فره ما شو ما تيبقى في الشكل ديالو. غادي نستمر هكي احتي غادي نعمر لاطة كاملة. يعني غادي نعمر لاطة الفررة صغن يعني ضروريا انه نسخنه عافية لتكون هي لكن ما سبق ليه وقتلكم. غادي اندخلو غي غادي اشد غادي يتحمر غا دين اضعوه من الفوق. آآ فرن بال غاز غادي نضعوه من الفوق. غادي يتتحمر ليه غابي يت تحمر ليه من لتحت. صفي وهدين modeling تحت غي غادي يتشمعه اللي غا ياخد اللون وغادي نخرجه وما تياخدناش الوقت الزفره تاريع التحضير ما تغفلوش عليه في الفران نهائيا يعني فاش تدينه في الفران غا يقابلوه باش ما يتخطفش لكم وما يتحرقش لكم وهذا هو الشكل تعصابلي دي اننا بعد ما خرجناه في الفران آآ من الفران شوفوا معي القاوم دياله كيفاش تيجي آآ صراحة تيجي رائع وما تيدي فورماش كيف ما قلت لكم شوف تيبقى في نفس القاوم كيف ما ادخلناه كيف ما تيبقى يعني ما تي ما تديش وحدات صغيرة وحدات كبيرة يعني تيبقى في نفس الحجم كيف ما اشتوا معايا ساحتي يجي آآ رائع هاد الوصفره هانا جي حمليون بالمئة آآ غي جربوها وعتمدوها وردو علي في الكومونتر غادي ندوزو باش نشكلو القاطو ديالنا كيف ما تشوفوا معايا انا هنا استعملت غادي نجمع لالحباتين القاطوك بسلصة الكرامل بنسبة لسلصة الكرامل ان شاء الله غادي نشاركها معكم كيف غادي نشاركها في الفيديو ولكن الفيديو غادي يجي طويل بزاك هات السلصة انا حضرتها في البيت طافي غادي ندقي آآ جوجة الحبات انت علقاتو بسلصة الكرامل آآ بالمسبة الكرامل غادي تقولوا لي ياتي دوبو لا يعني راغي لا لسقوه من بعد ما توجدوا واحد البلاتو دخلوه ما كاملاش لا تضي لطقايقو لا لا تبقى يقص في تلاجة فراه تغيع تيشد دراسو وتيجمد ما تي يعني باش ما غاية تبقو مش فشكونو تديرو في الشوكولات خاصة ان الشوكولات يكون سخون كيف ما تتعرفو خلي دالك دخلو واحد الخمسة بقية قول ما كاملاش غيل تلاجة يشد دراسو تيج صح فهو ضغتيش دراسو غير في غيب بما انه لجو شوية سخون هاد الايام فراه ضروري خاصة ندخلو واحد شوية ديل تلاجة ونوليو نخرجو كيف ماشته معايا طافي تنكمل انا هكا يعني تنكمل القاطو ديالي كامل تنجمعو بالكارامل اه ممكن تبدل الكارامل بالشوكولات ممكن تديرو نيس الكارامل ممكن تديرو كذلك الكونفيتور اه صافي او من بعد تندخلو تلاجة من بعد ما دخلتو بتلاجة كيف ما تشوفو معايا وكمل انا ندوز باش غادينا نحشي داك الشوكولات فعفو نحشي داك القاطو في الشوكولات هنا انا استعملت شكلاتي هي غيش شكلات قالة يعني اي شكلة مطفر عندكم اه قالة لانه خفيف شوية ما تيجيش قلنا في القاطو فافيدوب تفحم من ماري وتندوز انني وتنوضا ذك القاطو في الشوكلاة يعني بطريقة سعي تنتزل أفلية operational تجي شوية غارقة وهنا تنبقى ان نوضعوه يعني حبة حبة وتنوضع في واحد بابوي كويسون واحد الملاحظة ضروري انكم توضعوه في واحد بابوي كويسون وتشكلوا وحد الخمسة ولا ستة يعني ضغية ضغية توضعوه في بابوي كويسوم من بعد زولهم داك بابيكويسون توضعوه في واحد اللاطاء ولا يستحسر بابيكويسون اخر لانه باش ما يلسقش لكم ويجيكم سهل في انكم تحيدوه وتوضعوه في المكان دياله. هنا علشش نديرو هاد القضية باش يعني هاداك القطو ديالنا ما يجيش عنا اه اه الشكل دياله ما زوينش يعني فاش نوضعوها كيو نخليوه يجمد في هاداك البابيكويسون لو اللي حطيناه فارح تيبقى دوك الجوانب يعني تيبقى داك السطح اللي حطيتي عليه تيبقى لا ثقي يعني الشكل دياله ما تيجيش زوين تيجي مديفورمي ما تيجيش يعني كما تنقولو الشكل دياله زوين داروري خسنا نزولوهم داك بابيكويسون ونضعوه في واحد بابيكويسون لفحد اللاطاء اللي غادي ندخلوها او اللي غادي ندخلوها الفلاجة تمتمنى انكم تكونوا فهمتوني واناني اه اقترت نوصل لكم المساج اه كيف ما غا تشوفوا معايا فانا هنا غادي هاداك غادي نتشكل غي واحد الكيمياء قليل انتع لقاطو ومن بعد غادي ندوز م مباشرة اناني غادي نزولها من هاداك البلاتو وغن ندوضحها في بلاتو فر بحد الشكل يعني ضروري انكم ما تخليوش حتي يجمد او لاحتي بس لكم داك القاطو اذاك الشوكلات يعني غي تحطوا واحد الخنسة ولاستة دياله حبات حاولوا انكم تزولوهم وتوضحوهم في واحد البابيكويسون ليكون فش بلاتو اخر تنتمنى انكم تفهمتوني وعرفتوا يعني علاش خسنا نديرو هاد القضية باش ما تتطروش انهم فش يكون تطفيتت فشي بس لكم القاطوعة تبقى تحيدروا دو كل جواني بدو كل تحت يكون مخربقت يكون شو زوين الشكل يولو ما تكون شو زوين لذلك فاحسن انكم تديرو هاد القضية من الاول هنا من بعد ما يعني جمد لنا ذاك الشوكلات فتندوز ونزينو هنا انا زينته الشوكلات بايضة يعني الشوكلات بيض انا درت له واحد شوية انتع اه ملمع الذهابي اه لانه انا ما بغيتش نزين بالشوكلات بيض بغيتو يكون شوية ذهبي كيف ما غا تشوفو معايا شوكولات ذهبي فلذلك ما بيتش نزين بشوكولات بيض هاد هو الزين نتع القطول ديانا وصابل ديانا قد نكمل نزين دو كل حوبيبات من دع الشوكولات كيف ما تشوفو معايا وبنفس الطريقة قد نزين باقي القطول اللي عندي بنفس الطريقة قد نزينه بشوكولات وغا دينوضح حوبيبات شوكولات ضروري بانكم تدعو دوك لحطوا هيدك الشوكولات الحوبيض او لذك الدهبي يكون مازال مجمدش باش يلسقول لكم دوك الحبيبات وياخدوا بلاستهم صافي هنا منفس طريقة راديين دوزنزئين بحبيبات الشوكولة يعني منفس تزين تنتمنى هاد الفيديو هنا الاعجاب ديلكم وتيكون هدا هوش كلميها انت على الحلوة ديانا اولا على الصابر ديانا الصرحة تيجي رائع شكلا وموضاقا تيجي راقي إلا في المنظر ولا في المعضاق صدقوني إلا جربته ما غاديش تصغنوا عليه تنتمنى لفيديو ديان يومينا الاعجاب ديلكم إلا عجبكم فما تنسوش ما تنسوش من اللي لايك ومن اللي كومونتر زمينين وكذلك ما تنسوش بارتاجي الفيديو مع الحباب والصحاب باش تكبر العائلة وتعمل فائدة نقول لكم شكرا على المتابعة خليتكم على خير في أمان الله إلى فيديو لاحق إن شاء الله مع وصفات جديدة إن شاء الله واشركم بروقع